السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بمشاهدي قناة استفد وتعلم في هذا الفيديو إن شاء الله وهذا العمل سنحتاجه إن شاء الله إذا مقص قلم الرصاص ثم لساق بالإضافة إلى مساحة الأدن وكذلك سنحتاج إلى ورق أبيض أول شيء إن أقوم به تنخذ عن ورقة بيضة أو ورق مقوة تنخذ ونحاول نرسم عليه وإنهيك العظمية مبسطة كما فعلت أنا سابقا يتمثلوا في هذا بعد ذلك سنأخذ هذا مساحة للأدن وسنحاول نقصهم على حساب المقاسات لعندي أنا كما فعلت أنا قمت بالقصة للمساحة للأدن بطريق القياسات لعندي سما وبقياسات مختلفة إذا المرحلة القادمة التي سنقوم بها هي يكفي أن نضع هذه المساحات في المكان لها على هذا الشكل يجب أن نضع هذه المساحات للأدن تمثلنا المفاصيل وهذه المساحات التي تمثل لنا المفاصيل كما هو مبينا في الصورة سوف نبقى غريبا سنوضع هنا لنوضع الأصابع خمسة للأصابع هكذا سوف نكمل عملي نفس الطريقة هنا 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 القدمين بالطريقة هنا سنوضع نعمد لك القفى الصدري بالطريقة ثاني سنوضع ثانية الأصابع الطريقة هؤلاء يكونوا مقدين هؤلاء عفوان غلط حتيتم هنا هؤلاء يكون هنا الطريقة هذا وكذا هؤلاء الأصابع يكونوا بطل قد صغير هؤلاء الأصابع ثاني 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 في الأخير سأقوم بلسق هذه المساحة للأدن في المكان للهو باستعمال اللساق موسيقى 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 ترجمة نانسي قنع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة